السلام عليكم سعيد من جديد مشاهدين أجواء مستقرة نهار اليوم حتى يوم غد الثلاثة لكن بحول الله بداية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الخميس احتعرف المناطق الشمالية نشاط كبير لخلايا رعدية ما تلو تكون أنطار جد معتبرة وغزيرة محليا وهذا بأغلب المناطق الشمالية خاصة يوم الخميس المقبل روح نشوف تفاصيل مع بعض والبداية بالتوقعات خلال الصعات القليلة المقبلة حسبة خارة توزية ساقط الأمطار بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظوا إن شاء الله سنستقبل شهر أكتوبر بالخير بالأمطار بحول الله عبر مختلف ولايات الوطن بالنسبة ليوم غد ثلاثة سماء صافية وتقص مستقر عبر مختلف ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية لكن إن شاء الله بعد الظاهرة دائما يكون هناك نشاط كبير لخلايا رعدية خاصة مدينة سيدة تيارة الجلفة كذلك النعامة حتى على ولاية البوليدة لمدية البويرة إن شاء الله نتبع مع بعض يعني أغلب المناطق الداخلية خاصة الغربية والوسطح تكون معنية بتساقط أمطار رعدية بعد ظهيرة يوم غد الثلاثة أما عن يوم الأربعة إن شاء الله بالنسبة لفترة صباحة وحتى فترة الظاهرة تبقى دايما وضعية جوية مستقرة تميز أغلب ولايات الوطن كما نلاحظه مع بعض لكن إن شاء الله دائما يعني في حدود ساعة الثالثة إلى الرابعة مساء بعض القطارات من الأمطار تخص خاصة المدن الداخلية الشرقية للبلاد أما يوم الخميس ستكون هناك سحب صفلة كثيفة خلال الصباحة حاضرة عبر مختلف المناطق الشمالية هذه سحب روكامية النوع احتمال أنها تمد أمطار تكون جد معتبرة خاصة يوم الخميس أمطار جد غزيرة راح تخص خاصة السواحل الغربية الوسطى وجزء من السواحل الشرقية على سبيل المثال على كل من سواحل شلف تيبازا الجزائر العاصمة بومرداس تيزيوز وصولين لغاية بجاية جيجل سكيكدا وعنبا يعني الأمطار تكون معتبرة والكميات تتعدى ربعين ملامتر محليا إن شاء الله وهذا طيلة يوم الخميس المقبل إن شاء الله نلاحظوا اضطراب جوي النشيطة الفعالية حيكون حاضر بحول الله طيلة يوم الخميس يعني أجواء شاتوية رائعة إن شاء الله مشاهدين تكون حاضرة يوم الخميس المقبل بحول الله الآن نشوف مع بعض التوقعات فيما يخص درجات الحرارة والكتل الهوائية المرتقبة بداية من يوم غد ثلاثين لغاية يوم الخميس الحمد لله الأجواء المنعشة الباردة إن شاء الله تبقى دايما تميز أغرب ولايات الوطن بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية درجات الحرارة تكون ما بين حوالي عشر درجة إلى خمسة عشر درجة وهذا بشمال البلاد بالنسبة لجنوب البلاد سنسجل إن شاء الله ما بين عشرين إلى غاية خمسة وعشرين درجة إن شاء الله أما بالنسبة للظاهرات القادمة للارتفاع الطفيل في درجات الحرارة القصوى نسجل عبر مختلف ولايات الوطن المناطق الشمالية حتى المناطق الجنوبية نلاحظوا يعني تكون درجة حرارة غير فصلية غير عادية حاضرة بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي سيخلي درجة حرارة القادمة مرتفعة بأغلب ولايات الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة لذلك بالنسبة للمناطق الشمالية راح تراوح بحول الله ما بين حوالي خاصة أقول يومي ثلاثة والأربيع تراوح ما بين حوالي ثلاثين إلى غاية خمسة وثلاثين درجة كأعلى مقياس فيما يخص جنوب البلاد أجواء جد حرارة دائما على وسط الصحراء الجنوب الغربي بدرجة حرارة قادمة قياسية تصل أو تتعدى عتبة الخمسين وأربعين درجة مئويات تحت الضير خاصة للمدينة إن صلاح أدرار وإنجزام الاضطراب الجوي حيكون كذلك دخول الكتلة هوائية باردة أقول تعمل على خفض درجات الحرارة القصوة الأخرى إن شاء الله يوم الخميس بالمناطق الشمالية لذلك راح نسجوه وتكون فصلية ما بين حوالي عشرين إلى غاية خمسة وعشرين درجة كأعلى مقياس بشمال البلاد بالنسبة لحالة البحر المرتقبة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بالنسبة ليوم غدا ننحظه هيكون بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع رياحة بقى دايما ضعيفة سرعتها لن تتعدى ثلاثين كلمتر في الساعة تجاه الموجة الشمالية شرقية تماما كذلك على طول الشريط الساحلي بنسبة ليوم الأربعة كذلك يبقى دايما بحر هادئ وجميل مع رياحة جدا ضعيفة لن تتعدى سرعتها العشرين كلمتر في الساعة وهذا ليوم الأربعة اتجاه الموجة نلحظ فيها شمالية غربية على السواحل الغربية والوسطى ومن شمالية لشمالية الشرقية على السواحل الشرقية فيما يخص يوم الخميس مع دخول الاضطراب الجوي كذلك سيكون هناك تغيير جدري في الوضعية الجوية كذلك بالنسبة لسطح البحر يكون بحر هائج خاصة على السواحل الغربية والوسطى وهذا خلال الصبيحات لتلتحق أن يصبح بحر هائج على السواحل الشرقية وهذا خلال الظاهرة كما نلاحظ في الصورة ريح جيد قوية سرعتها تتعدى 60 كم في الساعة وهذا ليوم الخميس إن شاء الله يارب تكون أمطار خير مرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة بهذا مشاهدنا سليطي ورقة حوالة تقصى العودة إلى سليطي